السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرتنا اليوم رح تكون عن موضوع له بتاع الرول وهي إحدى الطرق التي تستخدم لإيجاد الليمت سو إحنا درسنا قبل في شفتر وان هاو تو إفاليويت الليمت عند ان أوردر تو إفاليويت الليمت يوسبستيوت مجرد إنك كنت تتعوض يعني لو كان عنا الليمت ساين اكس اكس أبروش سبي أوفر فور مجرد إنك رح يتعوض مكان اكس باي على أربعة وتعلمنا في شفتر وان إنه إذا طلع معنا زيرو أوفر زيرو أوفر انفينيتي أوفر انفينيتي كيف ممكن نتعامل معها ناو لابت الرول إحدى الطرق التي تساعدنا في حل النهاية فأول خطوة إذا عوضت وطلع معك ناتج التعويض زيرو أوفر زيرو أوفر انفينيتي أوفر انفينيتي في مشكلة ممكن أنك يو سبستيوت ويو جد زيرو في انفينيتي أو انفينيتي منس انفينيتي أيضا هذا إن دي ترمينت فورم والكاس التالتي سنحكي عنها لو عوضنا طلع زيرو للقوة زيرو انفينيتي للقوة زيرو وان تو تفور انفينيتي أول كاس عوضنا وطلع ناتج التعويض زيرو أوفر زيرو شو بتحكي لنا لو بتار رول لو بتار رول فور the form زيرو أوفر زيرو أوفر انفينيتي أوفر انفينيتي the same suppose that f and g are differentiable functions on an open interval containing x equal a and that limit f x as x approaches a 0 ولمت g ال x as x approach a 0 if limit f prime على g prime exist يعني انت رح تيجي تعوض بيكون عندك f x over g x وناتج التعويض 0 على 0 حتى نحل هاي المشكلة اللي بتال بتقولك هاي اللي مت تساوي مجرد انه اشتقيت f x على g prime من ال x طبعا هاي النظرية بغض النظر x لون تقترب يعني ممكن x تقترب لالانفينيتي ممكن x تقترب لأي من اليمين لكن بهمني انه ناتج التعويض كان 0 over 0 or infinity over infinity so for example limit e to the power x minus 1 over sine x as x approach 0 عوض 1 minus 1 over 0 معناته case number 1 لابدت شو تحكي لنا limit هذا الاقتران f l x ما هي مشتقة ال إلى القوة x e to the power x والواحد صفر على مشتقة الساين cosine x عوض مكان x 0 e to the power 0 over cosine 0 equal 1 ما في داعي نطبق لوبتال الجواب رقم another example limit e to the power x over x square عوض infinity over infinity so we can apply لوبتال limit e to the power x over 2x عوض again we get infinity over infinity نستطيع تطبيق لوبتال كمان مرة limit e قوة x over 2 as x approaches infinity طبقنا لوبتال اشتقينا هذا الفونكشن على ونشتقي 2 to the power x now عوض e to the power infinity over 2 you get infinity in general إذا كان عنا الاكسفنانش الفونكشن بالبسط والبلونوميا بالمقام we can conclude انه limit e to the power x over x to the power n as x approaches infinity equal infinity لانه الاكسفنانش اكبر من x to the power n وايضا العكس لو كان البولونوميا بالبسط we have limit x to the power n over e to the power x as x approaches infinity equal zero ok now limit sine 2x over sine 5x هذا السؤال كنا نحلو مباشرة قبل 2 على 5 لو عوضت نعدج zero over zero حوالة تطبق لوبتال رح تحصل على نفس الإجابة إذن بطريقة أخرى by using لوبتال limit ما هي مشتقة sine 2x 2 cosine 2x sine 5x 5 cosine 5x as x approaches zero عوض 2 over 5 فمهما اختلفت الطريقة رح أحصل بنهاية على نفس الإجابة now case number two إذا عوضنا وناتج التعويض zero في infinity or infinity minus infinity شو رح نعمل في هاي الحالة بدي أحاول أكتب الاقتران على شكل بسط ومقام بحيث أحصل على صفر على صفر أو infinity over infinity حتى نستطيع تطبيق قاعدة لوبتال أوكي for example limit 1 over x minus 1 over e to the power x minus 1 as x approaches 0 from the right عوض رح أحصل على infinity minus infinity so in determinant form نستطيع 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 نعمل simplify وحد المقامات e to the power x minus 1 minus x على x في e to the power x minus 1 as x approaches 0 من اليمين عوض إلى القوة 0 1 نائس 1 so you get 0 over 0 so we can apply l'obital هذا كله يمثل f'x وهذا الاقتران يمثل g'x now apply l'obital limit رح نشتق إلى القوة x مشتقة الواحد صفر ومشتقة الـ x1 على حاصل ضرب اقترانين الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول رح أعوض إلى القوة 0 0 over 0 we get 0 again so we can apply l'obital now apply l'obital rule now differentiate limit limit e to the power x over x as x approaches 0 from the right now substitute instead of x 0 you get 1 over 0 plus 1 plus 1 فالجواب نص حصلنا على إجابة ما في داعي نطبق l'obital again limit l'in 3x minus l'in 5x plus 1 as x approaches infinity you get indeterminate form infinity minus infinity l'in 3x over 5x plus 1 now you can evaluate the limit for this function نلاحظ infinity over infinity اشتق البص 3 والمقام 5 او زي ما تعلمنا في الشابتر 1 انه درجة البلونوميا درجة البص بتساوي درجة المقام فالجواب الكو اوفيشانت l'in now limit x minus l'in 2e للقوة x plus 1 لاحظ هذا الترم x مش l'in لكن احنا منعرف we know l'in e to the power x equal x فنستطيع مكان هاي ال-x شو اعوض l'in e للقوة x فعليا انا ما غيرت السؤال بس كتبناه بطريقة تانية so this is equal limit instead of x len e to the power x minus len 2e to the power x plus 1 as x approaches infinity now من خصائص len x approaches infinity len e to the power x over 2e to the power x plus 1 so this is equal لاحظ ما بداخل len infinity over infinity we can apply l'hobital so this is equal so this is equal limit len e to the power x over 2e to the power x ومشتقة الواحد صفر as x approaches infinity فالجواب اعطانا len one half اللي هي نفسها minus len two ok limit x len x as x approaches zero from the right you get zero now بدنا نحاول هذا الاقتران انه نكتبه بسط ومقام هلأ هذا المقدر هو نفسه limit len x over x to the power minus one مجرد هاي الباور واحد نزلت على المقام هلأ ناتج التعويض infinity over infinity رح اطبق له بتال limit ما هي مشتقة لني الاكس واحد على اكس على مشتقة اكس قوة ناقص واحد سالب واحد اكس قوة سالب تنين yeah as x approaches zero from the right فهاي بتساوي limit اكس بتقترب من صفر من اليمين واحد على اكس تقسيم minus one over x square so this is equal limit x تقترب من صفر لماينس x وتساوي zero اذن الجواب zero بأعلن الحالة التالتة اللي هي اذا عوضنا وكان ناتج التعويض zero to the power zero infinity to the power zero one to the power infinity غالبا هاي الكاس رح احصل عليها لما يكون عندنا limit function مرفوع لاقتران بغض نظر اكس لوين عم تقترب ممكن عند point من اليمين من اليسار احنا تعلمنا في محاضرة سابقة we can differentiate if the x to the power g x now for example limit x to the power x as x approaches zero from the right you get zero over zero البروسيجر رح افرد y هي x للقوة x سؤال مطلوب نهاية باخد لن للطرفين x لن ال x now we take the limit limit لن ال y equal limit x لن ال x as x approach zero from the right طبعا احنا المطلوب منها ايجاد limit y as x approach zero from the right هلا لاحظ هاد الترمح احنا رح نشتغل بهذا الطرف limit x لن ال x as x approach zero from the right اوجدنا الجواب لها في اكسامبل four طلع الجواب zero now بكون طبعا لن ال y النهاية لها as x approach zero من اليمين لن ال y اثبتت انا لن ال y عم تقترب لوين للصفر لكن احنا سؤالنا بدنا قيمة ال y في اخر خطوة رح اطر اخذ ال exponential للطرفين معناته limit لهذا ال function equal one another example ال procedure انه اخر اشي بدنا نذكر انه ناخذ exponential function limit لن x to the power one over x as x approaches infinity التعويض المباشر infinity للقوة صفر you have a problem ال procedure رح نفرض y لن x to the power to the power one over x هل 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 هاي سو بنحاول find the limit as x approaches infinity لهذا المقدار الهو len لهو واحد على x هاي ال power في len len ال اعوض infinity over infinity بطبق له بتعل limit x approaches infinity one over len ال x في واحد على x ومش طقة ال x واحد هل اعوض واحد على infinity zero فبكون انا اثبتت انه لن y عم تقترب للصفر so y عم تقترب ل وين e to the power zero equal one طبعا في عنا قاهدة بامكاني ابرهنها انه دائما نهاية one plus a على x a اي رقم هي اي للقوة a طبعا هاي الكيس لو جيدا نعوض a على ما لا نهاية صفر sorry هون في to the power x فلو عوضنا one to the power infinity indeterminate نحاول نحلها بالطريقة اللي تعلمنا هنأخذ اللين فبحصل على هاي القاعدة بناء على هاي القاعدة بدون مآحل ما هي لماذا واحد زاء الثانين على x قوة x لاحظ قيمتي الثانين فحسب القاعدة هاي e square limit واحد minus one over x to the power x لاحظ e minus one فالجواب e to the power minus one limit one plus three over x to the power two x لاحظ l-e ثلاثة وفي عنا two x معنا e three square e to the power six حاول تفكر في limit x plus one over x plus two to the power x as x approaches infinity فهاي القاعدة بدل من حلها الطويل بإمكاننا نعتمد عليها so you can solve a problem from the textbook لاحظ بإمكانك إنك تحل من 7 ل 28 السؤال الأول لما تعود حيطلع zero over zero سوف هاي case number one رح أشطاق e to the power x over cosine x حلناها في بداية المحاضرة فبطلع الجواب one نشوف سؤال 19 limit sine inverse two x over x zero over zero we can apply l'obital مشتقط sine inverse x two على square root one minus four x square مكان ال-x رح نعود zero so we get two and you can do extra problem and we'll change the part of this in the class so we'll be here we'll be